يا فنانة يا مسقفة وهقولكو حاجة على قد فرحتي برسالة مجدى الرومي لشين عبوهاب على قد احساسي بالخيبة في الفنانين بتوعنا لان انا ما عنديش فنانين كتير يعرفوا يكتبوا جواب زي دا باللغة العربية دي بالحلوة دي بالرقية دي بالبلغة دا يا سلام عليك يا مجدى الرومي وانت بتكتب الفنانين مصر قبل كده كتبت عن هشام سليم ورسالة اقطعت قلبي هتقولي رسالة مجدى الرومي كده مجدى الرومي العظيمة اللي هي طلعت على ايه دي يوسف شهين كتب اللي شرين ايه والله العظيم رسالة تنفع انها تبقى قصيدة ناسر من اشعار احمد عبد المحد عجازي ولا صلاة عبد الصبور ولا امل دنقل بتقول من منا لم تجلده الحياة يوما من منا لم يدمي قدميه على دروبها من منا لم يته ولو لمرات في ازقتها الله يوما تصورنا الاذقة قناديل زنناها نايات تراقص الفراشات الله عليك يا مجدى الرومي وانت بتكتبي شعر كل ده عن شرين بتقول الشرين من منا لم يتصور ذاته لا هتقولي سورة مجدى الرومي او رسالة يعني انا مش عايز سورتي انا عايز اشوف سورة مجدى الرومي العبقرية دي اللي باعت رسالة قطعة شعرية اتحدى فنان ولا مطرب ولا فنان مصرية يكتبوا زيه اتحدى دي فنانة مثقافة يا جماعة اتعلموا بقى يعنيها متصور لو شرين دي مش كاتكملت تعلمها ما هي ما كملتش تعلمها انما لو هي حد جنبها كده يقرى لها كتابين يقول لها اقري 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 شوفي تكازه تعلمي كتبت سطرين ثلاثة زي دول زي اللي كتبتهم مجدى الرومي مجدى الرومي كتبة قصيدة في الشعين عبوهاد بتقولي الله 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 من منا لم يتصور ذاته ذات يوم تخيله حلوا الفراشة ألا تحرق وألا تغرق ومن كان منا أتقن على مدى سنين أعمارنا كيف يقف ولول مرة على حد السيف بين النار والنور أيا تكن مواضيع حياتنا ألم نتعب ألم نتحامل على أجنحتنا المحترقة إيه ده اسمعيني اسمعي شرين اسمعيني اسمعي صوت القادم إليك من بيروت التي نحارب على أبوابها كالأبطال بأنصاف أجنحتنا قومي أنت ابنة المسارح لابنة العتمة ولا الانكسار ولا الغربان أنت من أنت قومي فالصوت صوتك والصوت من هدايا ربك لك قومي ومصر الغالية مصرك وهي لك وفي حناياها حضن حضن أم يحلم أن يطبطب عليك قومي نحن أمم بك وبإرادتك ونحبك ونحن معك ولك ونحن من عطايا ربك لفنك فانزعي عنك ثوب الأسى وفرحي واكتفي بنعم بنعم ربنا عليك أنا أنا أقول لي ده ده مصرح يا جماعة ده عاملة منولوج يا جماعة أقول لي الحلاوة دي